موسيقى الاتفاقية هذه بين إيطاليا وألبانيا هي تمت في ظروف تشابه كثيراً الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي أولاً من حيث الشكل باعتبار أن إيطاليا وألبانيا ظروف الاتفاق هذا تم في غياب للمعلومة في البلدين ولوسائل الإعلام وحتى للمؤسسات السياسية في البلدين إضافة لأن الجزء الثاني أن إيطاليا أيضاً تحاول استغلال بعض الهاشاشة عند الدول لتمرير مثل هذه السياسات الخاصة بتصدير الحدود الأوروبي الاتفاقية هذه بطبيعة باشتمس كل الواصلين إلى إيطاليا ومن فيهم من ذوي الجنسية التونسية اليوم نعرف أن الجنسية التونسية هي الثانية في الوصول إلى إيطاليا بنسبة 11% وأن المهاجرين غير نظامين توانسا في إيطاليا يتعرضوا لانتهاكات عديدة انتهاكات هذه كانت محل إدانة حتى من المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان وبالتالي إيطاليا تبحث عن حلول ومخارج قانونية لمواصلة نفس سياسات التضييق على المهاجرين وانتهاك حقوقهم وكرمتهم والاتفاق يندرج في محاولة التفاصيل من المسئوليات إيطاليا بموجب المعاهدة الدولية وموجب حتى القانون المحلي الإيطالي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الأنسان ومحاولة تصدير عملية إدارة صفة الهجرة والوجوه إلى دول مثل ألبانيا أعتقد هذا يرتبط أساسا بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقية الثنائية هي على غير الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي تونس وإيطاليا تجمعها اتفاقيات ثنائية في مسألة إعادة قبول المهاجرين لكن دائما تبقى هناك إشكاليات تقنية في مستوى التنفيذ وإيطاليا تبحث عن معاقبة كل الواصلين إليها من خلال نقلهم إلى دولة أخرى وهي ألبانيا من خلال إيطالة أمد الاحتجاز وبالتالي إثناء المترشحين للهجرة غير نظامية خاصة إلى إيطاليا خاصة في الدول اللي عندها اتفاقيات لإعادة القبول كما تونس من أجل إثنائهم على التفكير في القدوم إلى إيطاليا من ذلك سيعرضهم للحجز في دول أخرى وللحجز إلى مدد زمنية غير محدودة أحيانا أولا المسألة لإعادة القبول هي طرحت منذ سنوات وطرحها الاتحاد الأوروبي على عديد الدول وكانت مضامنا في عدد الاتفاقيات الثنائية بين تونس ومجموعة من الدول الأوروبية خاصة إيطاليا، فرنسا وألمانيا لازم الناس كل تعرف أن تونس تربطها اتفاقيات قبول مع ثلاثة دول اليوم أساسا وتم عمليات إعادة ترحيل لمهاجرين غير نظاميين التونسيين بموجب هذا الاتفاقية عنا عمليات ترحيل لمهاجرين غير نظاميين تونسيين من ألمانيا هذه السنة مثال أكثر من ثمانية رحلات لمهاجرين غير نظاميين توانسا أطردوا ألمانيا نتيجة وجودهم بطريقة غير نظامية إضافة إلى الاتفاقية الموجودة مع إيطاليا منذ سنوات والتي تم بمجبها ترحيل سنويا أكثر من ألفين مهاجر غير نظامي تونسي والاتفاقية مع فرنسا والتي تم تفعيلها إثر أحداث نيس الإرهابية وللأسف اليوم معناه حتى معطيات حول عدد التونسيين يتم ترحيلهم من فرنسا الإضافة في المشروع ومذكرت التفاهم الجديدة هذه أن هذه العملية ستصبح تتوسع جغرافيا لتشمل كامل دول فضاء شينغن وربما تم أيضا دون سقف عددي محدد وتم بتعاون أكبر من السلطات التونسية وهذا يخلي الجنسية التونسية وكأنها جنسية مطاردة في فضاء شينغن ويصبح الوضعية غير النظامية موجب لعملية الترحيل ولسمناها ترحيل تصبح على الجنسية على الهوية أولا خلينا نتفق أن الاتحاد الأوروبي يعطي دائما المثل في انتهاك حقوق وكرامة المهاجرين الاتحاد الأوروبي هو المسؤول على المآسي الإنسانية الموجودة اليوم في البحر المسؤول على المآسي الإنسانية في نقاط الوصول والنقاط الساخنة الموجودة سواء في إيطاليا وإلا في اليونان وإلا في الجزر الكناري وفي غيرها من المناطق للأسف التعاطي التونسي مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة لا ينطلق من مقاربة وطنية واضحة في مجال الهجرة ذلك اللي خلى ارتباك كبير وشوفوه اليوم في أداء الجانب التونسي في علاقة بقضايا الهجرة واللي خلى الجانب التونسي يتورط في بعض الممارسات التمييزية ضد المهاجرين نتيجة والرضوخ أيضا خاصة للضغوطات والابتزازات الأوروبية في علاقة بقضايا الهجرة اليوم نعتقد أن تونس قادر على إيجاد سياسة وطنية للهجرة نجم تحفظ حقوق تونس كدولة معناها دولة عبور ولا كدولة انطلاق نجم تحفظ حقوق وكرامة المهاجرين خاصة المهاجرين غير نظامين التونس الموجودون في فضاء شينغن وتنجم أيضا تحفظ حقوق وكرامة المهاجرين المتواجدين في تونس هو الموجة للهستيريا الجماعية التي عرفتها تونس خاصة منذ فيفري ضد المهاجرين غير نظامين يمكن اليوم أن نقوله أنها انحسرت نوعا ما على مستوى الفضاء العام وقال على مستوى الفضاء الافتراضي لكن اليوم موجة المعاملات التمييزية ضد المهاجرين ما زالت اليوم في الموجودة في الممارسات الرسمية للدولة وأجهزة الدولة إدارة أزمة الهجرة المازالت موجودة في جهة السفاقس خاصة تتم فقط على المستوى الأمني اليوم ما زالنا نشوفه في ممارسات تنيزية ضد المهاجرين من خلال ترك المهاجرين ودفعهم للبقاء في حقول الزيتون في جهة العامرة وجبنينا نشوفه اليوم في عمليات ترحيل معناها تتم تقريبا بصفة دورية لكل المهاجرين لتمي اعتراضهم في البحر نحو الحدود الجزائرية ونحو الحدود الليبية اليوم عنا شهادات للأسف حول تسليم بعض المهاجرين غير نظاميين إلى بعض الميليشيات الليبية والموجودين في مراكز احتجاز في ليبيا هذه خلينا نأكدوا أنه على المستوى الرسمي للأسف ما زالت ممارسات التنييز ضد المهاجرين وانتهاكات كبيرة تطالهم بصرف النظر على وضعيتهم الإدارية لأنه فيهم أيضا طالب لجوء فيهم نساء فيهم أطفال وقصر وبالتالي الدولة التونسية ملزمة على حمايتهم اشتركوا في القناة